إيه اللي هيحصل من النهاردة لغاية مباراة سانداونز يوم السبت بعد المقبل 11 مارس النهاردة الفريق أجازة ليه؟ الفريق النهاردة كله كان موجود في سفارة جنوب إفريقيا في مصر عشان موضوع استكمال أوراق التأشيرات الخاصة بسفر البعثة إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي طيب بقرة الخميس في تدريب الجمعة التدريب الأساسي والرئيسي على ملعب التتش والسبت مباراة مع القطن الكاميروني الساعة 6 بتوقيت القاهرة على ملعب السلام وبحضور عشر تلاف متفرج يوم الحد في تدريب مباشرة ما فيش أجازة يوم الاثنين في تدريب يوم الثلاث المباراة مع المولين العرب حتى الآن نتمنى تأجيلها نتمنى ولكن أنا عارف رد الربطة ورد الأستاذ عامر حسين على الموضوعات دي بتبقى عامل إزاي فحتى الآن المباراة مع المولين يوم الثلاث اللي جاي هل الفريق هيرجع للأوتيل بعد المباراة ويسافر الفجر؟ لا يوم الأربع الصبح هيكون في تدريب للنادي الأهلي الساعة عشر الصبح بعد كده الفريق يتناول وجبة الغداء في مطعم النادي ويتحرك على المطار عشان يسافر الضهر الساعة أربعة عشان البعث ستتحرك من مطار القهيرة الساعة أربعة وتوصل جنوب إفريقيا مساء يوم الأربعاء المقبل زي النهاردة إن شاء الله لنربع الجاي هيكون توقيت سفر الفريق إلى جوهانس برج ثم استقلال حافلة إلى بريتوريا تتمرن خميس وجمعة وتلعب يوم السبت مع سانداونز في بريتوريا على ملعب سفيلد هذا الملعب الموجود في مدينة بريتوريا الساعة 3 العصر تستمر ثلاث أيام في جنوب إفريقيا للتدريبات ثم تسافر من بريتوريا إلى جروة مباشرة حتى تستعد لمواجهة القطن يوم الجمعة 17 مارس دي خطة التدريبات والعمل ابتداء من اليوم 1 مارس حتى يوم 17 مارس نتمنى يا رب يكون التوفيق للأهلي ماتش المقولين أصعب من مواجهة الداخلية ثلاث نقاط مهمة جدا مواجهة القطن مواجهة سانداونز مواجهة القطن ثلاث مباريات في أقل من أسبوعين حاسمين في تأهل الأهلي لمرحلة الدور التاني ربنا يكرم ويوفى اللعيبة والكل يكون على قدر المسئولية خلال الفترة الجاية عشان الجمهور اللي زعلان دا ما يستحقش النتائج اللي موجودة فيه الفترة الأخيرة